اهلا وسهلا بكم في بودكاست ربط البحث الاجتماعي بالمجتمع انا معكم ساري حنفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية في بيروت ومؤسس البوابة الالكترونية حول الاثر الاجتماعي للبحث العلمي حول ومن العالم العربي بوابة اثر اذكركم ان هذه السلسلة مقترحة من قبل بوابة اثر وهي جزء من معهد عصام فارس في السياسات العامي والشهون الدولي ومركز الدراسات العربي والشرق الوسطي وكلهما في الجامعة الامريكية في بيروت وبالتعاون مع مركز فاعلون في الجزائر والمجلس العربي للعلوم الاجتماعي يسرني اليوم تقديم الزميل عصام نصار وهو اكاديمي ومؤرخ فلسطيني مرموق تخصص في تاريخ فلسطين والشرق الاوسط وتاريخ التصوير الفوتوغرافي لقد تخرج النصار من جامعة ولاية إلونوي وعمل فيها كما عمل في جامعات بيرزيت جامعة القدس جامعة قطر وهو يدرس حاليا في معهد الدوحة للدراسات العليا كما أنه زميل باحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومحرر لمجلة جورزين الكوارترلي وأشياء أخرى سيحدثنا عنها عصام نصار بيودي أني أسألك أول سؤال على الدافع لدراسك للتاريخ إن كان بعلاقتها بالسياق الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي يلي عاشت فيه وين ولدت وكثيرت حدثنا شواء شكرا على الاستضافة أعتقد يعني ما فيه واحد بتصرف أو باختار طريق إذا كان أمامه مجال الاختيار إلا بيكون فيه دافع معين والدافع مش دائما شخصي أحيانا مجتمعي أنا أولدت في المدينة القدس وطفولتي كانت في القدس وبعدين بعد الاحتلال بمضع سنوات انتقلنا إلى رمالة لكن ضلت علاقتي بالقدس قوية والقدس هي المدينة القديمة اللي أنت وأنت تمشي في الشارع يعني لا تدرك أحيانا أنك تمشي في طريق عبدها الرومان قبل ألفين عام أو طرح بيتا بجانبك بني في عهد المماليك قبل سبعمائة عام أو العثمانيين فأنت يعني تسير في داخل هذا التاريخ ولكن تراه حي لأنه الناس يعيشون هناك ويتحركون وباع متجولين يعني أنه ليس متحفا إنما تداخل اجتماعي مع تاريخي فهذا كان دائما بالخلفية إضافة إلى أنه عائلتي لزحت عام 48 من شطر بين القدس اللي كان هو يعني أصبح نومانز لاند أو المنطقة الحرام كان زي ما كنا نسموها إنه خسرت البيت وكنا يعني بعد الاحتلال طبعا كل ما أمر في الطريق أمي أو أبي يقول لي هذا بيتنا هذا بيتنا ودائما فيه القصص عن البيت فأنا يعني أعتقد مشأت عن وعي أو عن غير وعي محاط بالتاريخ ومعلاقته بقصص الناس وكيف بتشوفه يعني ممكن تمشي عن بيت وما أتفكر فيه لكن هنا بتبشي عن بيت إلو معنى خارج إطار غرصة نوم وحمام وما إلى ذلك فأعتقد هذه كانت بالخلفية فأنا لما اتوجهت للدراسة ما كانت ديني أدرس التاريخ بالأساس بعد التخرج من الجامعة لأنه كنت نشيط في حركات يسارية أنا ذاك وكان عنا فكرة أنه التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع كلها متداخلة وأم العلوم هي الاقتصاد وبالتالي توجهت للجامعة لأدرس الاقتصاد معتقضا أنه هو الاقتصاد السياسي اللي منفهمه بعموم العلاقات لأفاجأ أنه هو اقتصاد بنوك وناتج قومي إجمالي وأرقام وأحصائيات يعني هي مشكلة في الحقيقة بكل كليات الاقتصاد بالعالم العربي يعني الاقتصاد السياسي ضعيف ضعيف جدا إذا موجود هذا هو أساس وبالتالي عرفت أنه مع أنه اهتمام الاقتصاد هو جاء من اهتمامي بالمجتمع والمفاهيم المختلفة حول المجتمع لكن وجدت أنه التخصص الأكاديمي بالاقتصاد غير ملائن فتوجهت لدراسة الفلسفة على مستوى الماجستير وبالفلسفة استمتعت جدا لكن وجدت حالي مجدود إلى ما يسمى بفلسفة التاريخ أو الاستغرافية وإلى حد ما بكيفة تفكر بالتاريخ من وجهة نظرية أو فلسفية اللي أشعرني بعد فترة أنه أنا الأوان أني أدرس أعود للتاريخ وأدرس التاريخ وأشعرت فيه كأني عدت إلى بيتي لأن التاريخ بمقر كدراسة بتماكن تطلع على أشياء كانت مألوفة أو غير مألوفة مفاهيم وعلاقات فشعرت أنا أنه هذا هو المكان المناسب بعد جولة مش كثير طويلة لكن في هاي الجولة وصلت للتاريخ لكن لأني جيت من الخلفية اللي وصفت لك آها التاريخ السياسي العظيم هذا اللي يكتب غالبا في المدارس التقليدية التاريخية وبالعالم العربي تاريخ الأبطال صلاح الدين والحروب الصليبية والفتح الوثماني وهاي لم يشدني لأنه يعني ليس لأنه بهم لكنه هو بالخلفية وجدت أنه كيف كنت أنظر وأنا صغير لشارع بنيين الرومان وعايش عليه بالقرن العشرين فلاح ببيع زعتر مثلا هو نفسه لاجئ من قرية حتلت عام 48 وأجي عاش في بيت لحم على سبيل المثال في مخيم وجاي على القدس حتى يبيع زعتر أو النعنع فبتحس أنه التداخل يعني أنه فيه لايرز ولا تاقف عندها يعني فصرت كنت أستغرب مثلا لما أشوف السواح في القدس خاصة الأجانب يعني اللي ماشيين بشرواء على القدس وبتطلعوا على الأحجار وعلى البلاط أنا ما كنت أفهم أنه بتطلعوا على أفرار رومانية أو بيزنطية أو إسلامية أو الآخرين لكن هذا كل اللي بشوفوه بينما أنا كنت أشوف الشخص اللي قاعد على هذا البلاط فشعرت بمعنى آخر يمكن طولت بالقضية أنه أنا انشديت أكثر للتاريخ الاجتماعي والاجتماعي تدريجيا أصبح أقل جمعي بمعنى أنه مش الجماعات والطبقات والفئات والآخره بقدر ما بدأت أدخل بالطرق التفكير اللي تعلمتها من الفلسفة التاريخ والآخره وبالتالي من هنا أنا انتقلت ل اللي أنا بوصفه أنه هو أكثر تاريخ ثقافي اجتماعي قبل ما ننتقل لمسارك في الحقيقة المهني أنت درست في جماعة بيرزيت وفي السبعينيات بمعنى بفترة عصيبة جدا فترة ما بعد 1967 وبالتالي احتلال إسرائيلي للضفة الغربية كيف كنت طالب بهذا السياق الاحتلالي وخاصة منعرف أهمية الحركة الطلابية بفلسطين وخاصة بجامعة بيرزيت صحيح أنا كنت طالب من 79 حتى الأربعة وثمانين وكانت الجامعة يعني هي واحدة من جامعتين أو ثلاثة موجودين في فلسطين فقط وهي أول جامعة طبعاً كانت في الجوها يختلف عن الجامعة اليوم كانت مؤسسة صغيرة في قرية قرية بيرزيت موزعة في داخل القرية يعني هي في بيوت تقليدية أكتر وأحيانا بعض العمرات وبالتالي تدخل المجتمع مع الجامعة كان كتير مهم وكانت ظروف يعني يمكن ما تكون بسوء اليوم على العموم على القضية الفلسطينية لكن كان احتلال مباشر الحواجز العسكرية الجيش الإسرائيلي يجي على مدخل الجامعة ويحاول يدخل يعني الحياة لم تكن سهلة بهذه المعنى وكانت الحركة الوطنية في عزها آنذاك وفي حماسها الهائل وهناك التفاؤل فكانت الأحزاب السياسية ما كان في حركات إسلامية أيامها كانت أغلبها يسارية بالإضافة إلى حركة فتح فالأجواء كانت يعني وطنية قومية وكل طالب بيجي على الجامعة تدريجيا من شد إلى جهة وكان في طلاب من غزي كمان وكان الطلاب كمان بيجي من كل ألحاء فلسطين أنا بيجي لي كان عندي زملاء كتير من غزة الأعداد كبيرة من غزة من نابلس من جنين وأيضا من يافا والناصرة بالإضافة إلى القدس ورمالة وكل هاي المناطق فكانت يعني مكان تجمع هائل اتعرفنا على بعض فيك فلسطينيين معزولين عن بعض أنا منعرفش كتير سكان الضفة الغربية عن غزة لكن تعرفنا عليهم وتعرفوا علينا منعرفش كتير عن سكان الثماني وأرعين لكن صارت بيننا علاقات وطيدة وأجا فوقها كمان الانتباءات السياسية والحركة الوطنية أنا ذاك يعني كانت جدا مهتمة بالجامعات مش بالشكل الحالي اللي أنا بسميه تهريجي يمكن اليوم أو حماسي إنما كان فيه اهتمامات إنه كيف بدك تعمل مع الطلاب تنشر الوعي كيف بدك تحصل بعض المطالب الطلابية يعني تحتج فيه مناسبات معينة وكان دائما القمع الاحتلالي قوي يعني مظاهرة بتغلق الجامعة شهرين بنرجع بعد سبعين ثلاثة لنشاط صغير صار تغلق الجامعة فاللي كان يشهدنا طبعا هو سيء جدا بس كان يشهدنا بانتماء خاص للجامعة إنه مكاننا وكنا عدد قليل يعني بأيامي يمكننا نزيد على 1500 طالب فكنا نعرف بعض وتغلق الجامعة وممنوع نروح هناك نصير يعني بالشارع تعرف إنه هذي زميلك أو زميلتك في الجامعة صار فيه كوميوريتي هيك كوميوريتي بيرزيت اللي كانت كتير جميلة اجتماعية سياسية ثقافية وممنوعة من الدخول للجامعة أو العودة للجامعة فبتحيق لي هذا لعب دور كبير كمان في التفكير الجمعي والوطني بالعام لأنه ما كان لما تغلق الجامعة توقدي تقول بدي ألوم الفتح ولا بدي ألوم الجمهة الشعبية ولا الحزب الشيوعي ولا ما بعرف إيش لا كنت تتفكر بي يعني كجماعة واحدة ما كان فيه تقسيمات هاي بيننا كانت على مستوى النقاش أما بشكل عام كنا متداخلين والنقاشات كانت الفصائل كانت تعنى بالفقافة أكتر من اليوم كانت طبعا حركات سريعة نقطة مهمة كثيرة كنا نقرأ يعني حسب أي فصيل تقرأ إذا كنت في اليسار بتقرأ كتب ماركسية أدب سوفيتي أدب من أميركا اللاتينية إذا كنت بنفتح بتقرأ مذكرات أبو إياد أو إلى آخره لكنك بتضل على سعة اطلاع لأنه المقاومة كانت بالخالج بالأساس وأحنا بنحس إنه جزء منها مثلاً لبنان أو الأردن كانوا جزء من عالمنا حرب أهلية بلبنان بتسمع عن شي بتحس إننا تستستعرف كل زاوية في لبنان ومين واقف مع مين و ضد مين وخاصة طلعاً ما أجل الاجتياح الإسرائيلي فإننا كان أيضاً واعينا لأسباب مختلفة هيك أشمل من مناطقنا الصغيرة جداً إذا ما قررناها اليوم في وضع فلسطين أنه يعني الواحد مش بس اليوم باش قادر يفكر بكل فلسطين بفكر بس في رمالة أو في جنين عيسام أنا لما كنت في ضفي في رمالة عايش استغربت قديل الفلسطينيين مرتبطين بالثقافة بلبنان يعني كيف كانوا يقروا الملحق الثقافي بجريد النهار بشكل دائم ولما إجت جريدة الأخبار نفس الشي في الحقيقة يعني فيها التواصل يعني لبنان فرضت حالة ثقافيا على لبنان مركز هام للنشر والبحث وكنا احنا كان ممنوع طبعا أيام الاحتلال المباشر قب يعني مش إنه ما زال الاحتلال بس مقصد قبل السلطة أو الهاي كان ممنوع علينا كتير شغلات أي شي بيجمع العلب العربي كان فيه دور نشر محلية تابع الأحزاب بالعادة بتجيب نسخة من كتاب ما كان فيه انترنت ولا بي دي اف ولا هاي فتجيب نسخة من كتاب منشور بي ضارق طليعة ضارق من خلدون بيوت الى آخره وبتعين تبعطوا بالداخل ويباعفة كنا يعني هذا مخرجنا ويباعب الغالب بالقدس يعني خاض على قانون بسبح بينما في مناطق أخرى من الضفة الغربية ممنوعة البيع فكنا نضطر منزل على القدس حتى نشتري هاي الكتب وكنا نتابع طبعا وكاولعب دور الحزب الشيوعي الإسرائيلي لأنه بالقانون مسموح فبتروع الناصرة عندهم مكتبة فيها كل شي عندنا إحنا الجريدة نصها عليه سانسرشيب والحكم العسكري المباشر بيسكر بكتبات إذا عندها كتاب ممنوع أو هيك شي طيب خلينا نيجي لمسارك البحثي وبعرف أنه اهتمتي كثير بمذكرات الفلسطينيين اهتميت بالكاميرا فيك تفرجينا كيف أنا من أول جهد يعني عملي البحثي كطالب دكتوراه كنت مهتم بالقدس في القرن التاسع عشر وزي ما قلت لك من قبل اهتماماتي السياسة الصياق السياسي أو الكرونولوجيا السياسية مهمة بالخلفية دائما أنه بكتفهم كان في أوثمانيين يتغير نظامهم السياسي الإداري كان في قناصر الآخري لكن كنت دائما مهتم بالحياة اليومية للناس وأغلب المصادر اللي كانت متوفرة عن الحياة اليومية كانت هي كتب الرحالة المكتوبة بلغات أوروبية خاصة لغة الإنجليزية بس أكيد فيه لغات أخرى وكتب الكتب السياحية وكتب الأمريكاني أو الإنجليزية أو الإيرلندي أو الآخرهي اللي جاء إلى فلسطين اللي يبحث عن أرض التوراة أو أرض الإنجيل أو الآخرين فيعني وجدت نلطي في دراسة هاي الأمور لكن وجدت لا تمثل الشخص الفلسطيني الإنسان الفلسطيني بالعكس كان غائب عنها اهتمامها كان أكتر في الأرض وليس في الإنسان وكلما زاد الإهتمام بفلسطين قل الإهتمام بالإنسان لو بكون الإهتمام يكتشفوا شيء أثر مهم وهذا جميل لكن يعني كان الإنسان على الهامش فبدأت في لغة هذا الخطاب وبرسالة الدكتوراه وطبعا أنا كان عندي دائما إهتمام بالفن وبالتصوير الفوتوغرافي كنت أصور لكن توقفت ويعني بهذا السياق دخلت لفكرة أنه كيف أيضا رأى الغربي ابن فلسطين أو ابن المشرك العربي عموما وكيف رأاه العثماني أيضا اللي هو حاكمه فصرت أنظر على الصور الفوتوغرافية لأن الفوتوغرافية بالقرن التسعشر يعني القرن اللي اخترعت فيه كانت عملية شوي معقدة ما كان ملايين الصور الموجودة صور رسمية مصور رسمي يعني بعته السلطان أو مصور بعته السفير أو فوجدت أيضا نفس الباترن أن هناك تغييب للفلسطيني وتقديس أكبر لفلسطين كما كان فهذه كلها يعني ساهمت في الكتابة بنقدها ودخلتني أيضا للعالم أنه كيف أقرأ الصور الفوتوغرافية بشكل نقدي لكن لاحقا بوصل الواحد لمرحلة أنه طيب ونقدنا هذا الخطاب الاستشراقي الكولونيالي طيب هين الجانب الآخر الجانب الآخر ما لقيته بالدراسات التاريخية خاصة الفلسطينية اللي هي مهتمة أكثر بالتاريخ والنضال السياسي التاريخ السياسي والنضال الفلسطيني ضد المشروع الصهيوني وأكيد هذا جميل لكن هي تاريخ نخب سياسية مختلفة على اختلافها أو حتى التاريخ اللي جاي من وجهة نظر إسلامية لفلسطينية يميل أكثر إلى ربط الفلسطين بالسردية التاريخية الإسلامية بطريقة يعني تعنى كمان أيضا زي المخيلة الأوروبية هنا تعنى بالإسراء والمعراج القبة الصخرة إلى آخره يعني أمور وهي مهمة بلا شك لكن ما وجدت ضلت فيها يعني المشكلة لما نعمل فوكس مرات بتكون على حساب أنه نشوف الرؤية العامة يعني اللي بعرف المدرسة الإنجيلية لكل بيبليك بالأدس يلي اهتمت أركيولوجيا وتاريخيا بتاريخ فلسطين أحملت قلينا قول لايرز طبقات تاريخية وأركيولوجية أخرى ويبدو أنه كمان بعض الفلسطينيين بيعملوا نفس الشيء بالضبط بالضبط هي الصورة الأخرى أو الواجهة الآخر لهذا المشروع وطبعا يضاف إلها أنه في عندك استعمار استطاني دولة إسرائيل احتلال اللي بنفيه مجرد وجودك ففيه صار تسوق ما بين فكرة أو كولوجين ما بين المخيلة اللي بتهتم بالأرض سواء إسلامية أو مسيحية أو يهودية ولا تهتم بالإنسان وكمان هذا المشروع الاستماري اللي بنفي وجودك كجماعة وبالتالي يعني تزاوجوا مع بعض بالصدفة هي مش مؤامرة فبتصير تشعر يعني أنا كنت أشعر أنه بدي أبحث عن الصوت خلينا نسميه الفلسطيني بلا الصوت ما هو الفلسطيني لكن خلينا نسميه المحلي الشعبي الاخري بيكافس مستوياته ومش بارتباطه شعبي بطبقات فقيرة فقط وهون لقيت أنه أول شيء أبحث في أعمال الفوتوغرافية للمصورين المحليين في فلسطين أوائلهم اللي انتقلوا من الفوتوغرافية اللي اللي كانت في السوق السياحي والديني والبحث يعني اللي هي أثرية دينية الاخري لتصوير ملسبات اجتماعية بدأوا طبعا بالتصوير بالغالب كان له علاقة بالموت للأسف الحرب العالمية الأولى الناس بتروح بتتصور قبل ما تروح الحرب حتى يضل في ذكرة كان كمان منتشه التصوير المتوفين لأنه ما عندهم صورة من قبل فبصوروا المتوفي على أساسي على أساسي تذكروا أهله الصورة الأولى والأخيرة لكن تدريجيا صاروا يصوروا أعراس مع النظام الانتداب وجواز السفر من 1928 وراحقا بدك صورة للبطاقة الهوية والجواز السفر فصار في أمور محلية مجتمعية تطلب دور التصوير بالتالي بدأت أنظر إلى التصوير الفوتوغرافي البحلي اللي هي كيف مثل هدول المصورين اللي هن أبناء البلد كيف مثلوا الشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين وأيضا كيف مثلوا البلد بصورة من الصور وطبعا هذا كمان أخدني أنه كيف كتبوا أبناء البلد وهنا ما في كتبات كتير غير إذا بنا نروح الكتبات السياسية بالصحافة ماشي لكن إذا بنعود للأمور الحميمية أنه هل واحد كان عنده مفكرة بكتب فيها يومياته مثلا أو واحد تاني عم بكتب حسابات دكانته سنة العشرين أو الشخصيات اللي كتبت مذكراتها بعد نكبة التمانية وارمعين بتسترجع حياتها في فلسطين طبعا كله بده تمحيس أنا ما بجمع ممكن نحكي بهذا بس موضوع تاني لكن بتشوف من هنا العلاقة الحميمية بين الإنسان والمكان بين الوطن والفلسطيني بين الشخص وبيته وأرضه وصيارته وأي إشي بفتخر فيه أنا ذاك ومن هنا لقيت حالي دخلت على هذا السياق وبقيت فيه حتى الآن يلي هو تركيز على المذكرات بلحظة شو المذكرات يلي اشتغلت عليها لعل أهم مذكرات عرفت بالخارج اللي اشتغلت عليها مع زميلي سليم تناري هي مذكرات وصل جوهرية اللي هو كان عازف عود موسيقي عاش بالقدس ولد في أواخر القرن التاسع عشر عفوا وعاش في طفول طوام ورهقت وشباب المبكر حتى بالفترة العثمانية وعاش كل الفترة الانتدابية حتى خروجه من فلسطين عام 48 وكتب مذكرات يومية حميمية هو كان عازف عود يعني كان ابن البلد وبحكي عن ابنائها وبنفس الوقت فيه الجزء اللي بتعلق بالموسيقى انه فيه حفلة موسيقية اعراس طقوس اللي اخدته كمان يتحدث يصف لنا المواسم الدينية العلاقات بين الطواقف اليهودية والمسيحية والاسلامية العلاقات مع السلطات فكانت يعني كتابته كتير غنية وبتعطينا تفاصيل بغض النظر اذا فيها حقيقي ولا لأ حتى لو كان فيه تخيل احيانا فهو كتب بلغة ايامه وليش قرر يتخيل هيك معناها فيه باكس طموح معين حلم معين يعني انا كقارئ كثير لالك ولسليم تماري في الحقيقة يلك الفضل لإظهار بان الحداثي لم تبدأ مع الاستعمار الاوروبي للمنطقة وبانه بالزمن العثماني كان فيه معالم حداثي هامي أليس كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد والمذكرات تعطينا بتساعدنا بذلك كتير ومن هاي المعالم يعني انه تجد بمذكرات الجهرية وصف لا وصول الكهرباء لمدينة قدس في أوائل القرن العشرين لست في الفترة الاثمانية تجد أوصاف لوصول أول سيارة أول طائرة بالإضافة للحرب والآخرة الحرب العظم العالمية الأولى تجد أيضا انه يعني مش بالجهرية بشكل عام انه إذا قلنا مظاهر الحداثة هي دخول العالم المجتمع إلى مرحلة التنظيم والعلاقة بالزمن والحركة الصفر التنقل فمثلا القطار العثماني اللي ربط يافى بالقدس بأواكر قرن التاسع عشر في العهد العثماني في 1906 في اليوبيل السلطان عبد الحميد بنى في عدد كبير من المدن العثمانية بفلسطين وبلاد الشام أبراج الساعة وبرج الساعة هذا يعني معنا طبعا أكيد ارتبط ببكان ما انه القطار بده يمشي بده يمشي على ساعة معينة بده يكون في زمن وإلى آخره لكن وجود الزمن اللي يقاص بالساعة والدقائق عنه انه حتى العمل صار من الساعة كذا الى كذا مظاهر هذه الحدثة واللي بتشير انه المجتمع بدأ يتنظم ويتغير عبر زمن عبر مواصلات كطار الاخرية ودخول السيارات لكن الاهم بالحداث هي التنظيم والتنظيم هذا الاجتماعي الاداري كان له علاقة كتير بالتغيرات في السلطن العثمانية من بفترة بسموها التنظيمات العثمانية وقوانين جديدة الكتير اثرت على حياة الناس مثل قانون ملكية الاراضي 1858 شو عنه لكتير من الناس اللي صاروا اما اغنياء اكثر او فقراء اكثر لانه صار فيه ضرورة لتسجيل الاراضي باسماء واللي يعني دفع ضرائب فبعض الناس سجلوها باسماء وقفية وعطوها حطوها باتفاق غير رسمي مع اقطاعي كبير اللي بالاخر خسروا هاي الارض او اقطاعي اصبح عنده اطيان فالتنظيمات هاي بما في ذلك الدستور العثماني وانتخابات من كل مدينة لمندوبين كان يسمى مجلس المبعوثان مش مدينة من كل محافظة او صنجق او وحدة ادارية اللي بتعني كمان تنظيم تخيل يعني انتخابات معناها فيه تنظيم حملات انتخابية فيه تنسيق بين اطراف مختلفة انه نأخذ هذا الشخص ولا هذا الشخص مين يترشح فبتحس اما بدأ فيه تنظيم لحياة سياسية فعالية سياسية حديثة بطرق تفكير جديدة بتجدها ايضا في انتشار المطابع بداية دخول المطابع طباعة الكتب عدد الصحف وخاصة في بداية القرن العشرين في فترة بعد انقلاب العثماني بألف وتسعمية وتمانية صار فيه اعداد هائلة من الصحف اليومية والاسبوعية والمجلات فبتلاقي انو المجتمع دخل الحداثة الرأسمالية من نواحي عديدة ولم يبقى جامد زي ما نتخيله الفلاح والقرية والمحراف ومن الف سنة عمره ما تخيل فبتلاقي أجل يعني هذا كلام مهم لمناقضة السردية الإسرائيلية بأنه ليس فقط أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ولكن أرض وشعب فلسطيني كان حيوي وكان أذكر الأستاذ وليد الخالدي كتابه كي لا ننسى الحياة بيظهر كتير معالم حداثية في فلسطين قبل 48 مئة بالبيئة عصام نصار أنت مارست مهنتك في أماكن مختلفة أخذت الدكتوراه من جامعة إلونوي ستيت يونيفرسيتي بأمريكا درست شوي فيها جيت على بيرزيت درست بجامعة الأدس ورجعت على أمريكا وبعد أمريكا تقريبا ب2015 إذا ذاكرت منيحها بدأت عملت في جامعة قطر ومن ثم حاليا بمعهد دوحة للدراسات العليا يا ترى وجودك بأماكن مختلفة وخاصة بدي أقول وجودك بفلسطين بمرحلة بدأت عملية السلام فيها بالتسعينيات أدي فكرك كمؤرخ دخل بي خلينا أقول أخذ أبعاد هامي بموضوع ما وين كان فيه جدل وأنتي ساهمت فيه كنت أنت جزء من هذا الجدل هذا مهم أنها تحكي لنا عليه وخاصة هلأ عم بفكر بأنه وأنا كنت عايش برام الله معك بهذه الفترة كان فيه قضية مهمة هل لازم نلتقي مع الإسرائيليين مشان نطور عندهم سردية أكتر اعتراف بالفعل الكولونيالي ولا ملء ولا لازم نقاطعهم مثلا يعني عم بعطي مثال ولكن ممكن يكون عندك أمثلة أخرى لقضايا جدلية يعني أحاول أتذكر على المستوى البحثي أعتقد أنا بالبدايات يعني الجدل كان ما كنت طالب دراسات عليا مثلا أو أستاذ جديد في الولايات المتحدة الجدل ما كان عميق بقدر ما أنه كان أنت مواجه بعنصرية بتنفي وجودك وببساطة لأنك فلسطيني مرات بيجو الحضور وببلشوا يناقشوا فيك حتى لو أنت ما بتحكي عن قضية فلسطين بتصير أنت ممثل لجهة يعني أذكر أني أنا كنت أعلم كطالب دكتوراه يعني كنت أعلم مادة تاريخ إسلامي ونحكي عن أمويين والعباسيين والآخرين والشياء والسنة وأجل شكوى للجامعة أنه أنا أعلم شي ضد إسرائيل ما في أي علاقة يعني لا منتناقش بالصهيونية ولا بالقضية الفلسطينية فقط لأنه مين أنت ومش مين أنت لأنك أنت بتنتمي هذا الجنب العام بعدين تدريجيا أنا بدأت أخذ منحلة نقدي بدأ في نقض الاستشراق في الكتابات الغربية وفي الصور الغربية وهذا كان يزعج جمهوري الغربي وأيضا الإسرائيليين منهم أنه أنت مثلا بتقول أنه يعني جاء المصورون وصوروا كلهم تقريبا هالأربع خمس مواقع ما صوروا غيرها وكأنه حافظين كيف يدي يمشي وأنه هذا كيف بعكس الإهتمام أنه كلهم جايين ببحثوا عن بمخيلتهم جبل الهيكل أو هيكل سليمان أو الآخرين بصوروا هيك فكان يكون فيه غضب عند اللي فهمين شوي أنه شو المشكلة ما أنا بروع على باريس وبتصور قدام بورج إيفل وملايين الناس بعملوها فكانت يعني فيه رفض شديد لطروحتي واستغراب منها لكن هذا مع الوقت وأنا طلعت بكلمة إذا بنترجمها للعربي بنسميها يمكن أنجلة أو أشي هيك اللي هي بيبليفيكيشن إنه تمت أنجلة فلسطين أو ربطها بالكتاب المقدس بالمخيلات الغربية لكن أيضا بالمخيلات العربية فهذه بالبداية كانت مرفوضة أو فيها إزعاج أنت كمان عم تنتقد خطاب إسلامي قد يكون أو خطاب تاريخ إسلامي بجديني لكن مع الزمن أصبحت مقبولة وبالعكس صاروا الناس كتير يستخدموها وانتشر المصطلح ويمكن انتسى من اللي طلع فيه أو صرت تشوف دراسات وورا دراسات بتعيد إلى حد ما أو تبني أو تزيد على اللي قلته وهذا يعني هذا جانب من الكونتروفرسي على المستوى البحثي إلى حد ما الجانب الثاني هو أنا دائما كنت أشعر أني خارج السياقات والقطر ممكن بفعل حياتي الشخصية يعني واحد بمجتمع إسلامي هو بيجي من عائلة مش مسلمة وبهاي العائلة كمان يساري بالوقت اللي الغالبية يمينيين وبتيجي بتطلع بعدين انت بره انت فلسطيني بس العالم بقوله لك انت مش فلسطيني يعني ورايح متزوج بنزولي متزوج بالزبط ورايح أدرس فلسفة وتاريخ مش هندسة وإنجينيرينج وكومبيوتر ساينسيز فدايما على الهامش على المارجن وهذه الشعور أحيانا سيئ لكن عموما بيخليك تطلع على الأمور من الخارج وهذا بيخليك تكون نقدي أكثر قصط أم لا فأحيانا على المستوى السياسي كنت أشارك بنقاشات نقدية لحركة المقاومة للمصار الفلسطيني إلى آخره اللي دائما كنت أخسر من وراها أصدقاء أو حلفاء بلاش نقول أصدقاء وهذه معكست في بعض الكتبات السياسية اللي هو مش اهتمامي الرئيسي لكن وجودي في فلسطين في خاصة فترة الانتفاضة التانية يعني ما كان في مجال إلا تدخل بالسياسة وأنت بتعرف بالضبط عن هذه المرحلة بعد مرحلة أنا عدت إلى فلسطين في 1997 وكنت متحمس أني يعني أتعرف على المثقفين والأكاديميين واندعيت إلى اجتماع تأسيسي لمجموعة مش رسمية بس لقاء بين مؤرخين يساريين إسرائيليين ومؤرخين وعلامة اجتماع فلسطينيين وكانت الفكرة شوي غريبة لكن اكتشفت من المجموعة الصغيرة هاي اللي منها إيلان بابي معروف الآن منها ناس آخرين أنه ما كان فيه فروقات بيننا بالرؤية السياسية يمكن فيه فروقات لغوية ثقافية أحيانا بعادات إلى آخره لكن بالرؤية السياسية للتاريخ الفروقات كانت قليلة نسبيا بين الفلسطيني والإسرائيلي وهي الفروقات يعني ممكن أنت كفلسطيني تختلف مع الفلسطيني الأخر أكثر مما تختلف مع الإسرائيلي مثلا أو الإسرائيليين يختلفوا بين بعض فكان هذا يعني جهد منيحي عملنا مجموعة كنا نلطقي مرة بالشهر باليساد باليساد ونناقش كتاب كتبه أحد المشاركين هذه يعني كانت جميلة لكن سرعان ما وأنا ما دخلت كثيرا في فكرة لأنه كانت بهذه المرحلة في فندينج لبيبول تو بيبول وعلاقات هاي أنا ما دخلت فيها شعب لشعب كنت أشعر أن هذه كلها من الخارج ومش جنيوان فأنا فضلت العلاقة مع ناس ممكن أفهم عليهم ويفهم عليهم يربطنا شيء مشترك على أني أروح على نشاطات مخيم ولا مش عارف إيش فلسطينيين وإسرائيليين يرقصونا سويا ولا اللي كان كل كان فيه كتير فندينج لهيك مشاريع بمرحلة أسلو وجهت الانتفاضة الثانية الوضع كان أيامها أنه كتير من هدول الناس وقفوا معنا بشكل كبير وبالعكس ساهموا أنا ذاك طبعا الوضع يختلف الآن لأنه بعدها بفترة طويلة إسرائيل مالت أكثر فأكثر إلى اليمين والتطرف العديد منهم غادروا ولم يعودوا والبعض تقاعد وهناك من توفى والبعض اللي بقي أصبح بعد 7 أكتوبر ما زال مع الفلسطينيين لكن بدأ هناك شعور أنه كمان الضحايا اللي عندنا ما بتهتموا فيها معنا آخر أبعدنا بشكل عام لكن أنا كنت طبعا أتهم من اللي بيشوفوه قاعد مع مؤرخ إسرائيلي مثل إيلان بابي أنه تطبيع هذا لكن أنا كنت دائما حريص على أن لا أقوم بأنشطة تطبيعية لأنه برأيي التطبيع اقتصادي وسياسي وليس شخصي أو بحثي حتى فيه تطبيع بحثي أنه إذا ما أسستين واحدة فلسطينية واحدة إسرائيلية نشروا مع بعض ممكن تقول فيه بعد لكن الأهم هو من مين بتشتري بتشتري المنتج الإسرائيلي ولا المنتج الفلسطيني الأهم أنه أنت بتنسك مع الإسرائيليين على أمور أمنية وعلى مصير شعبك ولا عم تحكي مع مؤرخ وبتشوف شو كتب وبتقرأ له وبيقرأ لك فأنا أعتقد أنه أنا فصلت بين هذول الموضوعين حتى لو النظرة العامة لا تفصل وأعتقد أنه العلقة مع المفكرين الآخرين اللي ممكن تستفيد منهم وتتعلم شيء جيد وتعلم وتعلم طبعا وهذه تعلم كثير يعني أنا أذكر إيلان بابي قبل 25 سنة بمنتصف التسعينيات اللي عم تحكي عليها وإيلان بابي اليوم في الحياة مختلف شخصين مختلفين يعني ليف جرنبرغ كيف كان وكيف الآن يعني فيه شخصيات مية بالمية وأعتقد أثرنا بشكل كبير عليهم وهذه مهمة جدا فهذه يعني مسألة التطبيع إذا مصمم تحكي على هاي القضية اللي بأمل إنه الناس تبلش تفكر فيها بشكل أكبر جميل تجربتك بقطر بجامعة قطر مثلا هل شعرت أنت كمؤرخ بعض أفكارك اللي هي خارج الصندوق تعرضت لها خلينا أقول سوء فهم أنا جيت من أمريكا وبتجربة قصيرة بفلسطين الجواب في فلسطين فيه الفتاح بالرأي فيه قمع إلى آخره لكن بالصف أنت تحكي ما تريد ومأمريكا فيه حرية رأي حتى لو فيه ناس بتنهضك وبتعرضك فلما رأت على جامعة قطر وهي مؤسسة حكومية كبيرة وبتعطي اهتمام خاص لتدريس التاريخ لعموم طلاب الجامعة وخاصة تاريخ الخليج وهذا شيء مهم والله وهذا شيء مهم فكان الواحد يعني ينتبه لأنه أساسا مش خبرتي تاريخ الخليج وأستمد على ما تزوده الجامعة أو الزملاء من مواد للتدريس وكلها تميل باتجاهات معينة بالتاريخ رؤية معينة بالتاريخ وما بضع أقول بدفق أو بختلف عليها لكن ما كان فيه مجال كتير للتساؤل والنقد واللي هي جزء الأساسي من العملية البحثية فيعني لم أشتبك لحسط الحظ لكني كنت دائما حريص إنه ما أدقل بأموره وجامعة قطر هي جامعة تعليمية على الأقل في مجال التاريخ والعنون الاجتماعية أكثر من كونها جامعة بحثية فما كنت أشعر في مجتمع علمي كبير إلا بمؤتمرات إلى آخره بس بالحياة اليومية اللي هي بتختلف عن تجربتي بعدها لما رحت على معهد الدوحة للدراسات العليا معهد الدوحة للدراسات العليا إذا بيصير أنفق الموضوع هو مؤسسة عربية اللي بعلموا فيها والطلاب اللي فيها جاي من عموم العالم العربي ومن إيران ومن تركيا ومن أجزاء من إفريقيا فهناك تنوع بالخلفيات تنوع بالتخصصات والمعهد يركز عن دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية فأنت قريب من مجموعة بتفكر في مواضيع أنت تهتم بها وهنا يهتموا بمواضيعك حتى لو كنت خارج الصياق التخصص يعني بعلم الاجتماع رح يكون فيه واحد مهتم بما يفكر به واحد في التاريخ أو في الأدم المقارن والمؤسسة فيها حوارات أكثر ندوات إلى آخرية مرتبطة بالمركز العربي فأنا شعرت أنه هون كان فيه بالعالم العربي مكان لحوارات فكرية بحرية أكبر بدون أي اعتراض ولأنها مؤسسة دراسات عليا هي مؤسسة تركز على البحث فمش بقارنها بجامعة قطر اللي هي جامعة كبيرة جدا وتركز على التدريس جامعة التدريس وبالتالي الجو العلمي والبحثي يعني أنا استفدت كثيرا من وجودي في معهد الدوحة يمكن أكثر من بعض الجامعات اللي علمت فيها في أمريكا اللي ما كان فيه ناس ممكن تحكي معهم لأنه أنت واحد من أرمعين أستاذ أنت بتعلم تاريخ الشرق الأوسط هو بعلم تاريخ الصين لكن محطوطين مع بعض ما فيه تفاعلات ثقافية بنفس هاي الطريقة مهم هذا الكلم مهم جدا هل بلحظة من اللحظات أنت تكتب وخاصة أنت تكتب في التاريخ الاجتماعي بمعنى شيء تاريخ ولكن إلو ارتباطات مباشرة بالواقع شعرت بأنه فيه مراقبي خارجي هل اشتغل اشتغلت آليات المراقبة الذاتية بأنه لازم أجمل فكرة لازم ما أحكي عن موضوع هل كذا فيك تجيب لنا مثال عن هل صار معك أول شيء ذلك ومثال عن ذلك أنا يعني بتصير معي والكل بيصير معه ولكن الرقابة الذاتية أكبر وهي بتتعلمها بعد فترة بتصير تعرف وين أنت وكيف ممكن تكتب لكن مثلا في العمل على المذكرات لو عملت على أكتر مجموعة مذكرات هناك دائما قلق إما عند العائلة عائلة اللي كاتب المذكرات حتى لو توفي قبل مائة عام أو عند المجتمع الخارجي بأنه في قصص قد تسيء إلى سمعة العائلة الفلانية فبتصير عندك حساسيات من هذا النوع الحساسيات السياسية أقل لأنه موقفنا السياسي واضح أنه الصهيوني بده يعرض اللي أنت كتبته مثلا يمكن يعرضك واحد فلسطيني لتفصيلية هنا وهناك لكن الحساسيات الاشتباعية كانت أهم شيء الموضوع الثاني اللي لفت انتباهي وكان يصدمني أحيانا أنه ناشرين باللغة العربية حتى أحيانا بدون ما يقولوا لك بيشيلوا فقرة أو صفحة لأنه فيها يمكن شيء يتعلق ما قد يكون بالجنس أو بالأمور معينة في الصياق التاريخي وهنا لا أقصد الجنس بمعنى الإثارة يعني قد يكون مرض جنسي ذكر عند فلان ولا كلمة ففيه سنسارشيب عند الناشرين رقابة وحتى المؤسسات البحثية الهامة بهذا المعنى وهي بهذه الحالة رقابة وليست أديتينج لأنه التحرير برجع لك المحرر بقول لك خلونا نلاقي لغة تانية أو لاخره لكن طبعا هاي جزء مهم أما في الصياق الغربي يعني سنسارشيب موجود عليك لأنك تتحدث عن فلسطين تضعها على الخارطة لكن هناك بيكون عندك الرغبة في التحدي أكثر أن هذا الموضوع أنا لن أتنازل بالعكس أزيد من الكلمات اللي مزعجة لكم مثل مستوطن مستعمر إلى آخره لكن في عالم العربي بنشر بالعربي في هاي الرقابة هلأ أعطيك أمثلة هلأ خلينا نخرج عن العرب والغرب أنا مثلا شاركت في مؤتمر عن الحرب العالمية الأولى وكان هذا المؤتمر في جامعة في تركيا وكان المنظمين عندهم موجة نظر معينة تميل أقرب إلى تمجيد الدولة العثمانية فبعدها كان فيه كتاب لازم ينشر فأنا كتبت الفصل المطلوب مني وأرسلته وهيك جاءني ربت يعني مزعج جدا أنه لن ينشر فصلك مرفوض فتواصلت معهم ليش يعني فواضح أنه أنا كان عندي وجهة نظر النقدية تجاه بعض الأسماء اللي توفيت من مئة عام يعني تقريبا أو سين عام ففي السنسورشيب اللي إلها علاقة ب ما بعرف رؤى معينة موجودة في هديك المؤسسة التركية وأكيد في مؤسسة تانية كان عندها وجهة نظر تانية لكن يمكن هنا شعرته بأكثر صوره متعود عليه أنه أنت كفلسطيني يحدفوك أو حاولوا يسكتوك لكن هذا بحث تاريخي عن الحرب العالمية الأولى والقدس في الزمن العثماني والآخره بتستغرب أنه بكون في موقف بهالحدة لأنه يعني من ضمن الأمور بعد ما تحدثنا أنه أنا أسميته جمال باشا أنه كانوا العربي سموه بالسفاح وهذه يعني فيه أمور زي هيك أشرت إلى مذابح الأرمن كلها أمور غير مقبولة واستغرب الواحد يعني خاصة جايين إحنا من الخارج لهادي الحدة فهذا مثال إذا تطلعت على آخر عشرين سنة عصاب نصار بمشاركاتك بالمؤتمرات وخاصة بجمعيات المؤرخين هل زاوجت بين المؤتمرات والجدل المحلي والإقليمي والعالمي ولا أنت كيف وين بتتموضع بمسارك المهني هل أنت أكثر محلي إقليمي من عالمي ولا ماذا؟ أنا في البداية كان يعني وجودي في أمريكا أكثر تحديدا أمريكا أمريكا الشمالية كان هذا إلى حد ما لكن حتى البؤسطات الأوروبية أنا بعيد عنها بعدين انتقلت إلى فلسطين وبدأ وجودي وأوائل نشري باللغة العربية في فلسطين بدأت أصير عندي شوية معرفة اللي أعود أرتبط بمرة أخرى إلى الولايات المتحدة وأنشط في إطار مؤسسة ميسا اللي هي ملظمة الدراسات الشرق الأوسط اللي فيها تفاعلات مع ناس بدرسوا جوال مختلفة للشرق الأوسط وهم أمريكا كالاديين إيرانيين عرب أتراك إلى آخره يعني متنوعة اللي هناك صار لوحد عنده هيك يسمى نيش أو حلقة أو إلى آخره اللي يعني بدأت عنشر بالإنجليزي في مجلات مجلات أو كتب أو إلى آخره صادرة في الولايات المتحدة لكن قراري بالانتقال لقطر كان له أكثر من عامل لكن واحد منها أنه بعد فترة طويلة شعرت أنه أنا بحاجة أني أكون مشارك في النقاشات في العالم العربي في مجال التاريخ وأنه يكفي أني أنا بس في يعني أعيد وأجتر للأمريكي اللي عمره ما صنع بالشرق الأوسط أين يقع الشرق الأوسط وشو المشكلة وبانتقالي إلى الدوحة وجدت أجواء عربية عامة وأيضاً أسيوية أو غرب أسيوية أنه بتشوف باحثين من إيران بتتعلم عن إيران بتشوف باحثين من أفغانستان الهند بالإضافة للمغرب وتركيا ومصر ولبنان وعموم المنطقة فبدأت أتجه بهاي المرحلة أكثر للكتابة في المجلات العربية والنشر العربي غير المحلي بداخل فلسطين وأول مرتبط في مؤسسة محددة فلسطينية إنما أحاول أنشر في مجلات ممكنة توصل لقراء عرب أكثر ووجدت استقبال في الواقع فاجأني أحياناً وطبعاً أنا أشترك بالعديد من أو أعمل باتجاهات مختلفة بفعل طبيعة بحثي فهناك ما يتعلق بالتفكير البصري والفوتوغرافيا والفنون اللي بيخليني أعمل مع مجموعات فنية أو متاحف أو إلى آخره اللي بتخلق إلى أجواء وعوامل معينة جزئياً أنا اشتغلت على تاريخ القدس فبلاقي حالي مع مجموعات مؤرخين القدس اللي بعضهم تقليدي جداً بعضهم ثوري بعضهم إسلامي بعضهم ليبرالي يعني بتلاقي حالك في أجواء أخرى العمل على تاريخ فلسطين الاجتماعي بيخليك أقرب لبعض المؤرخين الفلسطينيين أو اللي بيكتبوا عن فلسطين فأعتقد أنه أنا يعني يعني وازنت بين المحلي والإقليمي وال أعتقد ذلك يعني ما يعني أني والدولي يمكن ضيعت علي فرصة أني أكون ستار في مكان ما واحد لأنني وزعتها هون وهون لكني أشعر أني أنا تقاربت كثير وأصبحت يعني أدعى إلى الحديث في دول أوروبية إلى الحديث في دول عربية حتى في آسيا جنوب آسيا وإلى آخر هيفا يعني التاريخ بامتياز بيطرح إشكالية بيستمولوجية بأنه بموضوع اللايقين الأنسرت انتي كيف أنتي بكتاباتك بتوجه القارئ بأنه يلي عم تكتبه هو في جانب منه لا يقيني وربما في جانب منه يقيني مثلا فكيف تتعامل مع هذه الموضوع كباحث هذا سؤال جدا مهم لأنه كل التاريخ هو عن شيء مات كل لحظة بتروح هي ماتت وإحنا نحاول نرجع ونعيد إحيائها أو بالأحرى نتحدث بإسم اللي مات وكأنه مدركين والعديد من الناس بفضله أنه يكون فيه يقين أنه هذا ما حصل وما فيه عليها نقاش وهذا من المستحيل أنك تعرفه حتى لو لديك الوثيقة حول لديك الصورة الفوتوغرافية حتى لو الصحف الجريدة في تلك اليوم روات هاي القصة من اللي رواها بطريقة ما بأثر أيديولوجي ما بلغة ما المصور اختار صور هاي الصورة وخلى بعض الأمور الأخرى خارج إطار الصورة ما صور لنا إياها يعني حتى مع الوثائق ما فيه إيش يقين وأعتقد هنا النقطة اللي لازم أنه الناس تفهمها القراء يفهموها أنه ما فيه إيش أكيد بالخطاب التاريخي لكن ما بيعني أنه خيالي هذا الخطاب التاريخي هناك وقائع معروفة بتبني عليها لكني أنا كمهتم بالتاريخ الثقافي والاجتماعي بهمني أكتر أشوف كيف هاي الوقاعة والأحداث أثرت وغيرت الناس اللي هو هنا بتصير الحدث بحد داته صار سبعة وستين ولا ستة وستين ولا بالليل ولا بالنهار ولا الساعة أربعة ولا الآخرة بيصير أقل قيمة بينما كيف أثر هذا إشي زي حرب كيف أثرت على الناس أو انهيار اقتصادي أو ايرثكويك أو إشي زي هيك وبالتالي دائما هناك عدم يقين لكن نقترب إلى نوع من اليقين إذا فكرنا بمخيلة المرحلة اللي منسميه المخيلة التاريخية لي كيف بنتخيل تلك المرحلة وكيف كان يفكروا الناس فيها وهي ممكن ينلاقي يكون عندنا يقين عبر أسليب الكتابة أسليب التصوير أسليب الرسم شو الناس اشترت وباعت شو كانت توكل ما تكلش علاقتها الاجتماعية ما بعض هنا فيه بيصير فيه نوع من اليقين اللي العام عن طبيعة الحياة إنه كيف كانت فلسطين قبل 48 بيكون عندنا صورة عامة لكن مش بالضرورة بالتاريخ المحدد ولأنه قرر الحج أميل حسيني يعلن إضراب ولا لأ لكن صار إضراب وما في عليه سؤال لكن كيف عثر على الناس إيجابي سلبي غير حياتهم ما غيرها فمن هنا مسألة اليقين تقريبا خارجة من الصورة ولما بكتب في أي أمور أنا بقول إنه نعتقد أو تشير بعض الأدلة التاريخية إنه هيك صار لكن دايما لازم يخلي مجال مش كمان للآخرين أنا أحيانا بكتب شغلة وبعد عشر سنوات بكتشف إنه أنا كنت فاهمة غيرها فممكن أعيد توثيقها بطريقة جديدة سؤال الأخير إليك عصام نصار هو كيف نقلت معرفتك العلمية التاريخية للمجتمع ولا وبالتالي ما عم فكر بالكتب يلي طلعتها التخصصيين ولا بمقالتك بالمجلات الأكاديمية عم فكر بما يتجاوز ذلك كيف تعاملت معه بعرف إنك بلحظة من اللحظات عملت ما يسمى كافي تيبل بوك يعني شي بيقول فيكت وسؤالي هل كان هم عندك إنه كمان يصل للناس العاديين يلي بتكتبوه فيك تحكي لنا على هالموضوعات بالله طبعا يعني هم إلى درجة ما أو كبيرة لكن لما أنت تكون أكاديمي صغير بيكون يهمك أنه بدك تثبت حالك أكاديميا بدك تنشر في مجلات أحتية موثقة إلى آخره لكن أنا فعلا يعني أول شيء بتعاملت يعني كنت أشارك بأي ندوة أو مخاضرة أو نشاط وخاصة لما كنت في فلسطين بأيام يعني بعد عودتي بالسبعة وتسعين اللي كانت بتعني لي إني أتعرف أكثر على البلد وكنت أيامها أعمل بالقدس ومؤسسة دراسات مقدسية إني أتحلي المجال لأن أتعرف أكثر على أهل البلد بالتالي بدل ما أنا بقرأ عن الصوفية بالقدس صرت أذهب إلى الجلسة الصوفية بدل ما أنا بس بسمع عن صبت النور والقيامة لا بروح بشوث شو عم بيسير بشارك أو ليلة القدر في المسجد الأقصى بتروح بتشارك فبتكون جزء من نشاط مصرحي لقاء شعر إلى آخري وبتشارك بتعطي أراء يعني بتحاول إنك تعفتر بهذا المعنى وبعض الناس بيتموا بيصير بيعرفوا شو كتبت الجانب الثاني إنه بهذا السياق بدعت أحتم بإني أنشر شغلات غير أكاديمية قصيرة هيك بمجلات غير أكاديمية ديس ويك إن بلسطاين مثلا إنه ما بدك توثق بس مثلا كتبت عن حياتتي ذكرياتي عن الحركة الوطنية في فلسطين في السبعينات بالداخل في القدس والضفة الغربية اللي ما كان حدي يحكي عنها ومش مكتوبة وأنا معمد عملت بحث طويل لكن أتحدث من ذكرياتي و اللي قريبة إلى الناس وفيه ناس بيقرؤوها أو بجريدة القدس لحظت بأنك وصلت لشرائح أنت ما كنت وصل لها هل حدا من خلينا أقول من الناس العاديين حكوا قالوا والله يعني إلى درجة الماء أنا بالغالب كان جمهوري بالإضافة للكوميوريتي هم الطلاب والطلاب بيجوا من خلفيات مختلفة اجتماعية طبقية وأعتقد أنه العلاقة مع بعض الطلاب اللي جايين من فئات اجتماعية يعني مصيئة أو إمكانياتها ضعيفة أدخلني إلى بعض هاي المجتمعات من نفس الوقت يعني أدى إلى أنه تقوموا علاقات وطيدة بس بشكل عام يعني ما بقدر أقول أنه أو ما بعرف مش مكاني إني أنا أقيم أظن أفضل وحد يسأل ناس آخرين الجانب الثاني اللي إن كنا نحكي فيه أنا فعلا كتاب عملت كافي تيبل بوكس اللي انبعت لجمهور بس بده أشوف صور فلسطين أو شيء زي هيك اللي يعني شوية يعني كانت مور ببيلر من هاي الناحية وكنت أشارك بأنشطة يعني كمان مثلا مؤسسات ثقافية اللي بتعمل حفلات موسيقية مركز غليل السكاكيني بتروع على ندوة بتسمع بتشارك بتأخذ بتعطي بتتعرف على ناس بجزء من اهتمامي بالفوتوغرافيا خلى اللي علاقة مع المتاحف بالخارج وأيضا في الداخل بدرجة أقل فتلتقي مع ناس بأثروا فيك أكثر ما بتأثر فيهم يمكن لكن بأثر فيهم وبأثروا فيك بهذا المعنى المؤرخ الفلسطيني عصاب نصار شكرا كتير كتير على هالحديث الممتع في الحقيقة كل هدف البودكاست هو انفرجي مسارات متعددة ومتنوعة وغنية لباحثين عرب ممكن يستفيد مننا خاصة الجيل الجديد يلي عم بيطلع كمؤرخين وعلماء اجتماع وباحثين بمجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية شكرا جزيلا لك ألف شكرا لدكتور ساري موسيقى 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 اشتركوا في القناة